دور الإسلام في الصحة النفسية والعلاج النفسي دور عظيم وبارز ويتمثل في مستويات كثيرة منها مستوى اعتناء الإسلام بالنفس الإنسانية اعتبار أن النفس الإنسانية نفس مكرمة مكلفة حرة مسؤولة والله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان ولقد كرمنا بني آدم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم اعتبار أن هذا الإنسان مكلف بالدين والحق والعدل ومكلف بعمارة الأرض وإصلاحها فهذا مستوى أول هو بمثابة المستوى النظري التأصيلي العام ثم المستوى الثاني هو مستوى العبادات هذه العبادات التي تبعث في النفس الإنسانية الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة الصلاة والزكاة الحج والعمرة وكذلك المعاملات والمعاملات هي التواصل بين الناس صلة الرحم التزاور العون المساعدة تفريج الكربة كل هذه الأمور إنما هي تؤسس لدور عظيم على مستوى العبادات كما ذكرنا وعلى مستوى المعاملات ويبنى هذا كله على الإيمان بالله سبحانه وتعالى فالإيمان هو طمأنينة وأمان الذين آمنوا وتطمأنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمأنوا القلوب ثم مستوى آخر مستوى البحث العلمي وتطوير الدراسات من أجل تحقيق العلاج والشفاء وتطوير ما يصلح هذه النفس وما يقاوم أمراضها المختلفة أمراض نفسية وأمراض جسمانية وأمراض عقلية وأمراض اجتماعية وأمراض سياسية واقتصادية إلى آخره فدعوة الإسلام إلى البحث والنظر وإلى اكتشاف القوانين وإلى وضع العلاجات اللازمة وتطوير المؤسسات الاستشفائية وفضلا عن الوقاية وعن السبل والمقدمات الأولى التي تؤكد التغذية وتؤكد الرياضة وتؤكد الحمية وغير ذلك كل هذا أيضا يمثل مستوى مهما في الصحة النفسية والعلاج النفسي أضف إلى ذلك دور آخر في مستوى رابع أو خامس هو دور العلم الإسلامي في الصحة النفسية ماذا نقصد بالعلم الإسلامي؟ نقصد مثلا علم المقاصد الشرعية علم أصول الفقه، علم الفتوى، علم الدعوة، علم السياسة الشرعية فهذه العلوم الشرعية وغيرها إنما تؤطر النفس الإنسانية صحة وسلامة وعلاجا وشفاء مقاصد الشريعة مثلا تتحدث عن النفع، عن المصلحة، مصلحة النفع فأن ينتفع المريض بالدواء والعلاج والشفاء هذا مقصود شرعي من مقاصد الشريعة أيضا ضرء المفاسد وإبعاد المظار والمهالك والمرض والمعاناة والألم هذا كله من الأضرار ومن الأمور التي تتعب الإنسان أيضا نجد في مقاصد الشريعة الوسائل الأحكام المقاصد أي أن الوسائل التي هي ترائق البحث وترائق العلاج وترائق الأدوية وغير ذلك كل هذا يؤدي إلى صحة النفسية نجد إذن في الإسلام العلوم الشرعية نجد أيضا ما يعرف عند العلماء بعلم أصول الفقه الإسلامي وواجب الوقت وفعل ما هو أولى ومراعاة المآل وتغليب المصالح على المفاسد يعني إذا كانت المصالح أكبر وكذلك نجد الفتوى والفتوى هي ما يقوم به المفتي في أجوبة الناس فإذا وجد إنسان مثلا ارتكب معصية تأزم بها أحس بمعاناة ضمير ومعاناة قلب ولوم وغير ذلك يمكن للمفتي أن يقدم الفتوى التي تعيد لهذا الإنسان ثقته بالله تعالى وتمأنينة قلبه وتبعد عنه شبح أو الوضع المؤلم في تأنيب الضمير وفي الإحساس بالذنب والفتوى تقوم على معنى نفسي ومعنى إنساني لذلك عدة الفتوى طريقا مهما للذين يشعرون بتأنيب الضمير بسبب معاصن أو مخالفات ارتكبوها ولذلك يؤمرون بالتوبة ويؤمرون بتجديد الصلة بالله عز وجل الإسلام دوره عظيم نحن اليوم نحتاج حقيقة إلى أن نرتقي بأبحاثنا وبمجتمعاتنا وبعلمنا وبمؤسساتنا الإسلامية وغيرها من أجل أن نؤسس لعلم نفسي بمرجعية إسلامية وفق المستويات التي ذكرت وغيرها من المستويات الأخرى ثم إن هذا العمل يمثل إطارا مشتركا بين وبين غيرنا ممن يقفون في مناهج أخرى وبصور أخرى من أجل تعزيز هذا المشترك الإنساني المشترك الأخلاقي المشترك العلمي النفسي وهو مشترك مهم جدا على صعيد المعرفة وعلى صعيد المنهج وعلى صعيد المكتشفات والنتاجات والإفرازات كل هذا موضع بحث وموضع تفرد نسأل الله أن يعيننا جميعا عليه بما يحقق للنفس الإنسانية ومأنينتها واستقرارها وبما يحقق للإنسانية الخيرة والوئام والاتفاق والتعارف على ما هو مشترك إرضاء للخالق ومصلحة للمخلوق وشكرا لكم